اندل على شيء بيدل على قيمة وهذا النجم الكبير ولعب منتخبنا الكبير محمد صلاح الشيشان سعادة جدا وقامنا حتى في الصورة يمكن هذا الخبر منذ لحظاته قليلة رئيس الشيشاني بيهدي محمد صلاح حق المواطنة والتواجد فيه الشيشان في أي وقت كأي مواطن شيشاني خلال السنوات القادمة أو خلال الفترة القادمة خبر بيعبر عن الفخر والعزة والفرح بقيمة منتخبنا الوطن وقيمة هذا النجم الكبير اللي بيشرف مصر فيه البطولات الأوروبية وتواجده واسمه مع منتخب مصر في كأس العالم كلنا عارفين ان خلاص بالنسبة لمنتخبنا الوطني بعد مباراة السعودية يعود لأرض الوطن بعد ختام المشاركة في كأس العالم فالرئيس الشيشاني كان عامل مأدبة عشاء واستقبل منتخبنا الوطني لان خلاص المنتخب خلال الساعات الجارية هيكون بيختتم إقامته في مدينة تاجرزني كنا احنا المنتخب الوحيد وبقرة بإذن الله عيغادرنا جروزني إلى روسيا لاخد المباراة الأخيرة أمام السعودية فكان الرئيس الشيشاني رمضان كاديروف كان حريص انه يكون في ختام هذا المعسكر متواجد مع المنتخب الوطني وتناول معهم وجبة العشاء لكن فاجئ الجميع انه بيهدي محمد صلاح حق الموطنة في حضور زي ما احنا شايفين المهندس هاني أبو ريدا رئيس بعثة منتخبنا ورئيس الاتحاد المصري لكرة القضب خبر مهم يسعدنا لأن اهتمام رئيس جمهورية الشيشان بهذا الشكل بمنتخبنا الوطن ومحمد صلاح شيء جميل جدا وشيء رائع وبنتمنى يعني زي ما احنا شفنا في هذه الصورة أنه يتتقرر يعني نشوف دايما أقصر من لعب لمنتخبنا الوطن في الدوريات الأوروبية وفي الأندية الأوروبية الكبيرة بيتم تكريمهم بيتم دعوتهم على العشاء وبيتواجدوا في كل المحافل الدولية شيء بيدعو للفق لما تلاقي اسم حمد صلاح دايما متواجد في كل الأوساط العالمية وفي كل وكالات الأنباء العالمية وقبرة القنوات الأوروبية والعالمية بتتكلم عنه وحتى نجوم كرة القدم في العالم بيتكلموا عنه فخر كبير جدا نتمنى له يا رب التوفيق بعد كس العالم هو كان بيتمنى يذهب مع منتخب مصر لأبعد ما هو ذلك خلال الفترة القادمة لكن شاءت الظروف والأقدار أن يكون نهاية مشوارنا في الدور الأول نتمنى يا رب أن المستقبل يكون خير لمنتخبنا والكرة المصرين المحترفين بتتريفين بعد كس العالم نشوف أقصر من لعب بيحترف في العديد من الأندية الأوروبية عندنا عمرو وردة وعندنا تريزيجيه وعندنا رمضان صبحي ممكن هو خلاص اختار تواجده في هيدرسفيلد الإنجليزي لكن العديد والعديد من اللاعبين بإذن الله ينطلقوا خلال الفترة القادمة المنتخب الوطني بيختتم تدريباته في جوروزني غدا قبل الصفر